وفي شأن محلي يحتمل الاجتهادات أبدل عديد من سكان بغداد وضواحيها استغرابهم من قار الداخلية نقل دائرة شهادة الجنسية الكارخ من منطقة المأمون إلى المحمودية ما يزيد من معاناة تنقلهم 30 كم إضافياً بظروف صعبة ويرى المواطنون على المراكز والمؤسسات الحكومية من المفترض أن تكون في مراكز المدن للأطراف وكانت الداخلية قد بررت قرارها بانتفاء الحاجة لشهادة الجنسية بعد إصدار البطاقات الوطنية الموحدة وهو ما يعارضه المواطنون لأن عدداً كبيرة لم تحصل على الموحدة كما أن شهادة الجنسية مطلوبة في صحة الصدور ومعاملات الوفيات وغيرها ويطالب المواطنون رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمر التدخل لإعادة الدائرة إلى مكانها السابق في منطقة المأمونة إذ يعتمد عليها ما يقارب الأربعة ملايين مواطن في بغداد ومناطق سبع البور والتاجي والشعلة وأبو غريب